السلام عليكم 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 بإقليم الناظر إلا سنة واحدة فقط في السيجن فاس لإكمال عقوبة العبسية ومغادرة الزنزانة لكن هناك قضايا مماثلة طفت إلى السطح في الآوين الأخيرة تتعلق بفساد إداري ظهرت في إقليم الناظر من نفس الطينة قد تورط شخصياتي ذات نفوذ كبير بالناظر وفق ما أسرت به مصادر مطلعة من نفس المنطقة أما عن اعتقال الموقوفين فقد تم بناء على تقرير لجنة تابعة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والتي قامت بمهمة تدقيق العملية المالية والمحاسباتية وكذلك قطع التعمير بجماعة الناظر وهو التقرير الذي رصد مجموعة من المخالفة الجسيمة والخطيرة والتي كان قد ارتكبها رئيس الجماعة ونائبه لستم إحالته ومن معه أو إحالة تقرير على عامل إقليم الناظر قصد ترتيب الآتار القانونية وعلى إثري ذلك رفع مسؤول وزارة الداخلية دعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية والتي أصدرت حكما يقضي بعزل البرلماني حوليش من رئاسة المجلس مجلس جماعة الناظر كما قضت بعزل نائبه من نفس المهمة وفضحت تقرير الأسود فساد التحالف بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية لتسيير مجلس مدينة الناظر في وقت سابق مباشرة بعد الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2015 ومن بين الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية منح رخص تغيير مضمور رخص البناء دون عرضها على أنظار اللجنة المتخصصة ويتعلق الأمر بتغييرات لم تنجز بشأنها أي محاطر للمخالفات من طرف سلطات مراقبة البناء وزجر المخالفات كما استعملت هذه الرخص من أجل استكمال إجراءات التحفيظ لفائدة العديد من الأشخاص وسجلت المفتشية خرقات جمع بخصوص منح رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية وهذا أمر خطير وكذلك منح رخص لتشييد بنايات فوق بقعين أرضية ناتجة عن تقسيم أو تجزي غير قانوني عن العجوائي وهو ما اعتبرت المفتشية العامة تشجيعا على هذا النوع من التجزي وفضلا عن ذلك ورغم عدم قانونية الرخص التي قام لمسؤول المؤتق الحالية بتسليمها فقد سجلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تغاضي الرئيس عن قيام نائبي الثالث والرابع بمنح أصحابها رخص سكن وكذلك الشهادة الإدارية لغرض التحفيظ العقاري وكل هذا قصد تبكير أصحابها من استغلال تلك البنايات وكذلك تسوية وضعيتها العقارية دون احترام المقتضايات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمنصوص عليها وكل هذا مقابل رشاوة مالية مهمة الخطير أن التسجيل سجل وجود اختلالات في تدمير الصفقات وعدم التقييد بين المقتضايات المتعلقة بتدميرها أي الصفقات العمومية وذلك على غرار ما وقع بخصوص تفويت الصفقة رقم 7 2017 المتعلقة بالسيانة الطرق وخاصة مسك سجل خاص بأسماء المتنافسين سواء الذين يقومون بسحب ملفات طلبات العرود أو الذين يقومون بتحميلها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وأكد التقرير بأن هذا الإجراء يبقى من أهم الضمانات التي كافلها مرسوم 20 مارس 2013 للمتنافسين في إطار توسيع وتكريس مبادئ المساواة في الولوج إلى الطلبات العمومية وهو إجراء ملزم يرتبط كذلك بضمان حقوق المتنافسين سواء بالنسبة لإشهار الدعوة للمنافسة أو بالنسبة لإخبارهم بأي تعديل أو تغيير قد يطال شروط التنافس كما رصد التقرير خروقات شابة عملية فتح الأضريفة ما يثير جملة من الشكوك حول احترام المصطرة في جلسة عمومية وما ينتج عنها من إسناد الصفقة فيما بعد إلى المتنافس الذي يكون قد وقع عليه الإختيار كان معكم محمد البوداني في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخن أرجو إخواني وكما جرت العادة أن تدعموا هذا المحتوى الهام بمشاركة هذا الفيديو على نطاق واسئ حتى تعم الفائدة ويستفيد الكل من هذه المعلومات المهمة جدا دمتم إخواني في رعاية الله وحفظه وإلى حلقة أخرى بإذن المولى عز وجل ترجمة نانسي قنقر